بسم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الغزالة ديالي السلام عليكم الوصفة ديال اليوم كيف ما كتشوفوا معيا غادي تكون بيسكوي بابسط المقادير بيسكوي رخيص بساف ولكن الديد الديد بساف كي حمقوا عليه الكبار والصغار بيسكوي البرتقال بمقادير اقتصادية وبسيطة ومتوفرة في كل بيت شي حاجة طب البنات مقرمش محمر فكنتمنى انكم تجربوا الوصفة وما تنسونيش من لايكاتكم وتعليقاتكم ندوزوا الان ان شاء الله للمقادير وطريقة التحضير بسم الله عندي هنا مية وخمس وعشرين جرام ديال الزبدة انا استعملت زبدة حيوانية بدرجة حرارة المطبخ مية جرام من سكر سندة او سكر حبيبات ويستحسن تكون هاد النوعية هادي اللي رقيقة بساف بيضاء كاملة بدرجة حرارة المطبخ قشر البرتقال محكوك كيف ما كتشوفوا معي معلقة صغيرة او مملوئة وعندي نص كاس عنباء هاد الكويس هاد البناتراه صغور يعني نص كاس عنباء من عصير البرتقال كذلك عندي خاميرة الحلويات او باكين بودر ستا جرام واخيرا عندي دقيق انا عبرت هنا تلتمية وخمسين جرام من بعد نعرفه بالضبط شحال غادي يدخل في هاد الوصفة ديال دقيق ندوزوا الان على بركة الله لطريقة التحضير في ناء وضعت زبدة اللي تكون بدرجة حرارة المطبخ مع رشة ملح الاخوات استسمح ما اذكرتهاش في المقادير وسكر سانيدة او سكر حبيبات غادي نخدم هاد العناصر مزيان مع بعض حتى يتخلي هادك السكر كامل مع الزبدة ولهذا كنأكد تكون الزبدة بدرجة حرارة المطبخ على البنات باش كتعطينا الطوع وكتخدم لنا بسهولة نخدمها مزيان بالكف دياللي حتى نتحصلوا له هاد القاوام هكا كريمي من بعد ضفت بيضاء كاملة وحتى هي تكون بدرجة حرارة المطبخ وغادي نخلط هاد العناصر مزيان دائما لبنات فاش كنضيفوا البيض على الزبدة هادك الزبدة كتتقطع لنا هدا امر عادي مش مشكل نستمروا في الخلط وهكذا غادي نتحصلوا على قاوام كريمي بهاد الشكل هادا هنا اخواتي غادي نضيف القشر ديال البرتقال اللي كيعطي واحد المضاق جد مميز ورائع لهاد البيسكويت مضاق منعيش ومتشبعوش منه انا صراحة كنصحكم انكم نشربوا خلط العناصر مع بعض وغادي نضيف نصف كاس ديال عاصر البرتقال وكذلك غادي نستمر في الخلط بالنسبة الاخوات اللي بغاو يديروا هاد المرحلة في العجنة فممكن انا شفت هنا كيميا قليلة فلا داعي غا بليد سافره كيقدي الغرض غادي نبدأ هنا باضافة الدقيق اخواتي وكن اكد انني استعملت الدقيق خالي من الجلوتين لو دبنتي عندها الحساسية ديال الجلوتين انتو ما غا تعودوه بالدقيق الابيض او الفورس راه نفس النتيجة واحد بالفورس كتكون نتيجة احسن ضفت كذلك خميرة الحلويات او باكين بودر وغادي نستمر هكذا في اضافة الدقيق مرة مرة وانا كنخدم ما تكتروش الدقيق من الاول البنات باش ما يقصحش لكم العجين وبالتالي البيسكويت يالكم ما غاديش يجيسوين كنضيف شوية بشوية عيني ميزاني وانا كنخدم العناصر حتى نتحصل على القوام المطلوب هذا هو القوام ديال العجين اللي خاصنا نتحصل عليه عجين طري ارتب مرخوف نوعا ما ولكن ما كيتلسقش بلي الدين كنحاول نقرب الصورة اكتر باش الصورة تكون واضحة بالنسبة لدقيق قد خلي بالضبط 350 جران ما زدت ما نقصت سافي اخواتي بعد مجمع العجين ديالي حتته في واحد طبيصل اغنغطيه ببلاستيك غدائي ونخليه في تلاجة غير واحد خمسة دقايق دابالحال بارد اللي ما بغاش ندير هاد المرحلة تخدم به مباشرة فماشي مشكي من بعد اخواتي غد ندوز نشكل هنا معاكم البيسكوي ديالي خديت ورق طبخ حطيته فوق طاولة العمل وقسمت العجين الى جزئين حطيت جزء فوق ورق طبخ وغطيت بورقة تانية تقدروا تديروا هاد العملية ما بينجوش بلاستيكات او لا اللي ما عندهاش ورق طبخ او البلاستيك الغدائي تقدر تخدم فوق طاولة العمل ترش شوية ديال الدقيق غير ما تكتروش الدقيق باش ما ينشفش لكم العجين ديالكم وفي نفس الوقت تكونوا حارسين ان العجين ديالكم وانتو ما كتلقوه ما لاسقش فوق طاولة العمل الى لصق لكم البنات وتبغيوا تهزوا البيسكوي ديالكم بعد ما تشكلوه را غير ديفورما وغير تقطع معاكم العجين يعني اللي غا تخدم فوق طاولة العمل ترش دقيق وعد تطلق وفي نفس الوقت تبقى حاضية العجين ديالها واش لصق او لا لا اتمنى الفكرة تكون وصلات المهم هدي انا بالنسبة ليا كتبقى السهل طريقة هي ما بينجوج ورقات او لا ما بينجوج بلاستيكات تلقت العجين ديالي بدلك او لا بالوراق وهذا هو السمك اللي تحصلت عليه ما يكون شرقيق بزاف وما يكونش اغليد بزاف بالنسبة لي غا نستعمل هاد القطاع الدائرية لسامبل ماشي اللي مش النفا ولي كومتو ماريختيار القطر ديالها 6 سنتيم تقدرو تخدو تخدمو بقطاع عكبر منها او لا صغر منها كيبقى اه اختياري غير هو هاد الحجم هادا كيجي جد مناسب وعاطي لهين صافي اخواتي كان قطع العجين ديالي بهذا الشكل دوائر وكان اكد رهيلا رققتوا العجين اكتر غايجيكم قرمش بزاف ويقدر يتحرق لكم ماشي المشكل في القرمشة ولكن يقدر يتحرق ويلا غلطوه بزاف كيجي منينكي طيب كيجي يعني هشيش بزاف مهم هاد السمك اللي وريدكم الابنات في الصورة سمك جد جد مناسب كنحاول نخليكم ونوضعكم دائما في الصورة باش يعني النتيجة تنتمت تحصلون نتيجة مرضية وتنجح معكم العملية ان شاء الله صافي اخواتي بعد ما قطعت هادوك دوائر كنحاول نستفهم فطاوة والباقي ديالي عاجين رهما كنجمعوش البنات ونكورو كنهزو هكا غرب شوية وكنحط شي فوق شي بهات الشكل هادا كنعاود نقلب عليه ورق الطبخ كننضغط عليه شوية هكا بحالة كننقرسو باليد وكنعاود نتلقو بكل سهولة وبهات طريقة كيجي من التوائر ديالنا مقادين وفي نفس الوقت مني كندخلوهم الفران ما كي ما كيعواجوش لنا اولا كيتقلصو لنا انا كننظر على الزائد ديال العاجين اللي جمعنا تلقت هون بنفس طريقة البنات قطعت دوائر بهات الشكل هادا ودائما ديك الزائد ديال العاجين اغلن نجمعوه بنفس الطريقة اللي وضحت معكم في الفيديو كنحاول نشرح بزاف باش المعلومة توصل صحيحة خصوصا للمبتدئات صافي اخواتي كنستف الوحدات ديالي في طاوة اللي مفرشة بورق الطبخ اللي ما عندهاش ورق الطبخ تقدر تدهن طاوة بشوية ديال الزيت وترش بقليل من دقيق ضروري يا لبنات الوحدات ديالكم يبقوا متباعدين ستفوهم متباعدين حيث منين كيدخل البيسكويت ديالنا الفران الحجم ديالو كين تافخ وبالتالي غاديل تسق لكم بعد ما سريت اخواتي هنا كيف مشتشو معايا عندي خاليط ديال صفار لبيض مع القليل من القهوة سريعة دوابان وقطرات من الخل باش نتفادى ريحة البيض اللي ما بغاش تستعمل لبيض غادي تدير الحليب وبودرة الكاكا والمور وتخلط على حسب اللون اللي بغت هي كان دهن لي بيسكويت ديالي هكذا وتأكدو البنات مزيان ان الوجه مدهون مزيان باش ميبقا لكمش فيهم شي بلايس بويد وشي بلايس محمرين غادي نستمر بهات الشكل حتى نكمل اللي بيسكويت ديالي كاملين بالنسبة للزين اخواتي انا قدرت الزين بسيط وكلاسيكي بهات الشكل هادا خديت فوغشيت او شوقة وكنخرج خطوط كنضغط عفوان شوية وكنجر يعني كندير خطوط طولية ومتوازية مع بعديتها بهات الشكل هادا نتمنى الفكرة تكون وصلت يعني الفيديو راه شارح نفسه بنفسه واللي ما بغاش تدير هاد زين ممكن فقط تدهن بالبيض وترش بالسيمسيم او لا اللوز افلي او لا اللوز كونكاسي او لا كوكاو افلي لكم الاختيار الفران كان عندي مشعور من قبل الى 180 درجة النار من الفوق او من تحت دخلت الطاوة ديالي الجيهة التحتانية يعني النار تحت منه انا شعلا من الفوق او من تحت ولكن كان قريب الجيهة التحتانية النار تحت منه حتى ياخذ ديك اللوي يندهبي ووزيت الطاوة وطلعتها الجيهة الفوقانية باش يتحمر لي الوجه بهات الشكل هادا كيف ما كتشوفوا معايا اه الشكل نهائي ديال البيسكويت ديالي البنات هو هادا كيف ما كتشوفوا كيجي محمر مقرمش لديد بساف بطعم البرتقال ما تشبعوش منه والبنات وكيف ماشتو مقادير جد بسيطة ومتوفرة واقتصادي يعني ارخص منه مكاين اه بالنسبة لعدد الحبات حطلي اه خمسة وعشرين حبة اه صراحة بنين بنين بسافة الابنات غادي حماقوا عليه ولداتكم نستفدوا من البرتقال هادا وقته اه نتمنى الوصفة ديالياليوم اثنان تنال استحسنكم وتنال اعجبكم اه الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايكاتكم البنات وصلوا الفيديو الاكبر عدد من لايكات باش يتشاف عندناس اخرين تعليقاتكم طيبة والمشجعة والبرتاج مع الاهل والاحباب الى هنا غنقلكم سلامة وفي وصفة اخرى باذن الله تعالى